بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي طلبة طلبات الصف الثاني تخصص الملابس الجهزة بنظام التعليم الفني الصناعي في حلقة جديدة من حلقات مادة التكنولوجيا المعدات وماكينات والسيانة اللي كنا بدأنا حلقاتها من بداية العام الدراسي الحالي 20-23-20-24 لغاية ما وصلنا لغاية دلوقتي وإحنا على ما شايف انتهاء الفصل الدراسي التاني استعادنا مع بعض خلال الحلقات السابقة موضوعات خاصة بالفصل الدراسي التاني واستعادنا مع بعض مكنة الحياة كالزراع التشغيل وعيفنا أشكالها وعيفنا استخداماتها وعيفنا الوظيفة اللي هي بتقدمها لنا والخدمات اللي هي بتدعمنا لها وتنقلنا على طول بعد ما درسنا بقى باستفاضة مكنة الحياة كالزراع التشغيل رحنا على طول على ماكينة العراوي فبدأنا الحلقة اللي فاتت ندرس ماكينة العراوي وعرفنا ان هي لها أنواع والأنواع ديت طبعا بيبقى لكل نوع أشكال مختلفة هنستكمل مع بعض ان شاء الله خلال الحلقة الحالية ماكينة العراوي وقبل ما ندخل في دراسة مكنة العراوي أنا حابة نراجع مع بعض مصاق الحلقة اللي كنا حطناه مع بعض من الحلقة الأولى اللي تقابلنا فيها مع بعض وقلنا ان احنا عشان نتعامل مع بعض والحلقة بتاعتنا تعدي بسلاسة وسهولة واستفادة هقضر أكبر من الاستفادة احنا هنلتزم أنا وانتو بمجموعة من المحددات ومجموعة من الشهود مش انتو بس اللي هتلتزموا بيها انا كمان معاكم وايدي على ايكو وهنلتزم أنا وانتو بيها تعالوا نشوف كده مع بعض ايه هي المحددات ديت اللي هتفق اتفقنا عليها وبس احنا محتاجين نفتكرها عشان نطبقها يلا بينا احنا كنا قلنا ان لازم نبتزم بالوقت بتاعنا المخصص للحلقة انا وانتو هنقض ملتزمين ومش ورانا اي حاجة في الوقت دوت خلال الوقت مخصص للحلقة الا ان احنا ندرس مع بعض ونستعد مع بعض الموضوعات الخاصة بالحلقة محتاجين ان احنا الانصاط عايزين بقى نسمع بعض مش نسمع بعض بس عايزين ننست لبعض لان الانصاط فيه شيء من الفهم وفيه شيء من الادراك والانتباه والوعي للمعارف والحقائق والمعلومات اللي بتتقال عشان نقدر نطبقها بصورة صحيحة التسجيل ياريت كلنا نسجل الحلقة سواء نسجلها فيديو او نسجلها صوت او نسجلها حتى بالورقة والقلم لان تسجيل الحلقة بيخليك ترجحها مرة واثنين وثلاثة وبيخليها مصدر عندك انت بترجع له في اي وقت وانت ما بتسجل بايدك وبالورقة والقلم المعلومات اللي انا بقولها لكن انت بتستوعبها مخك بيستوعبها وبيدركها بالشكل المناسب ليك وبالالفاظ والمفاهيم المناسبة ليك فبتكتبها بالطريقة اللي انت تقدر تفهمها وترجحها مظبوط وصح فانت عشان كده بنلاقي زميل كو بيعملوا بعض منخصات الموضوع الموجود في الكتاب المداسي بياخدوه ويعيدوا كتابته او يعيدوا او يلخصوه ليه بقى عشان هو بيفهم بمفاهيم معينة بالفاظ معينة بطريقة معينة فبيكتبها ويسجلها بطريقته الخاصة ديت بتساعده ان هو يرجحها بسهولة وسلاسة الدوضاء يلا نبعد انا وانتو عن اي مصدر للدوضاء زي ما انتو شايفين كده انا عادة في مكان هادي جدا افاضي جدا مفروش الا انا وانتو انتو كمان لازم تعودوا في مكان مفروش الا انا وانتو نبعد عن اي دوضاء ان هي ممكن تشوش علينا او تشوش علينا فهمنا الموبايل صامت وانا دلوقتي حط الموبايل بتاعي صامت يعني ايه لو انتو شفتوا او سمعتوا اي اتصال هيجيلي خلال الحلقة على طول ايه وقفوني بس في نفس الوقت لو انا برضو سمعت ان اي حد فيكو جالوا اتصال انا برضو ايه هوقفوا مش هسيبوا الاحذيس الجانبية طالما الموبايل بتاعنا صامت مش هلجأ بقى لأحذيس الجانبية لا برضو الاحذيس الجانبية ممنوعة خلال الحلقة التفاعل يلا بينا كلنا احنا مع بعض نتفاعل خلال الحلقة سواء من خلال الاسئلة اللي انا بطاحها من وقت للتاني او في معلومة بجعك ليها وقولك فكرني كده احنا لما درسنا مكنة كذا كان فيها ايه فكرني كده انواع مكينة العاوي كان شكله كان انواعها ايه هسألك بعض الاسئلة خلال الحلقة او هسترجع معاك بعض المعلومات انت ترجحها معايا او هتديلك سؤال كده في استنباط او استنتاج انت تستنتجلي من خلال معلومات تم عرضها تستنتجلي جملة معينة تستنتجلي نتيجة تخلق بنتيجة معينة وتقولها لي الاستسكار يريد بعد الحلقة تمسك الملخص اللي حضرتك عملته تمسك الملخص وترجعه ده هيحقق لك استفادة كبيرة والاكتر منها اللي انت تمسك اللي انت زكيرته ده تشارك المعلومة دي مع زميلك ده اللي هيحقق لك حفظ للمعلومة لوقت اكبر وانت لما بتتمكن من المعلومة وبتشارك بها غيرك ده بيخليك تحتفظ بالمعلومة وبتتمكن منها بيكون قادر كمان على ايه ان انت تطبقها هنجلس مع بعض ان هذا خلال الحلقة الحالية باذن الله مكينة العراوي وطبعا شكلها احنا شفناه من الحلقة اللي فاتت وشكلها خلاص بقى بالنسبة لنا مألوف وخلاص اول ما نشوف في اي مكان او دخلنا مصنع الشكل ده او ما شابه يبقى على طول مكينة العراوي الهدف العام للموضوع انا بقرره عليك لاني الحلقة اللي فاتت ما كانتش كافية جريت بسرعة ما اتعرفناش على كل تفاصيل مكينة العراوي فاحنا حابين ان احنا نتعرف على مكينة العراوي من حيث الشكل شكلها ايه والموديلات المختلفة ليها ايه الاستخدام انا بستخدمها بتحقق لي ايه ايه وظيفتها المهام اللي هي مسؤولة ان هي تحققها لي وتقوم لي بيها اجزاء المكنة مصاميات الاجزاء وظيفة الاجزاء شكل كل جزء عامل ازاي انواع مختلفة لمكينة العراوي وعايزين نعرف طريقة اللضب وصيانة المكينة هنعمل مقدمة على مكينة العراوي والمقدمة عملناها مع بعض خلال الحلقة اللي فاتت وخلال الحلقة دي هنتكلم عن اهمية مكينة العراوي هنتعرف على انواع مكينة العراوي استخدام استخدمات المكينة اجزاء مكينة العراوي طريقة لضم مكينة العراوي الحركة الميكانيكية للعراوي وطبعا دراستنا لمكينة العراوي مش هيكتمل الا لما ندرس مع بعض كيفية سيونة مكينة العراوي ودي مهارة اساسية في التعامل مع اي نوع من انواع مكينة الحيج هنبدأ بمكينة العراوي العادية او النص الية دي بتستخدم هذه المكينة في المصانع الصغيرة ومحلات العراوي زي ما احنا عارفين ان مكينة العراوي اللي هي البسيطة بسميها مكينة العراوي العادية او مكينة العراوي النص الية طب دي انا بستخدمها في ايه من اسمها كده او اني عرضتها اول نوع من الانواع بيقول لي ان دي اول مكينة بدأت تظهر اول نوع لماكينات العراوي بدأ يظهر دي بستخدمها في المصانع الصغيرة او الواجل الصغيرة او محلات العراوي ايه محلات العراوي دي محلات العراوي دي بيكون محل في مكانة او اكتر من مكينات العراوي وفي مكانة اوفر مثلا في مكانة سرفلة في مكانة اولي بيبقى بس الاساس بتاعه هي مكانة العراوي طب بيعمل ايه هل المحل ده مخصص لعمل عراوي. ايه فعلا هو مخصص لعمل العراوي. تب بتجيله منين؟ احيانا بتكون ربة منزل عندها مهارة الحياكة. فبيجيب مكانات حياكة عادية. وبتعمل منتجات لها ولأفراد السرطة. طب لو فيه موديل فيه عراوي بلوزة. اميس رجالي. بانطلون. جاكت. مش هي مش مضطرة. جيب مكانة عراوي كمان جوه البيت. عشان تعمل العراوي دي. وجيب مكانة زرائي. بتركب زرائي. وجيب مكانة اوفر. لأ. بتعمل ايه بقى? بتقوم بالمنتج. ولكن العراوي الموديل محتاجها. بتروح نمحل مخصص لعمل العراوي. يعمل لها العراوي او عايزة اوفر. ويشطب لها المنتج بتاعها. عشان كده مكينة العراوي العادية او النص الية بلاقيها في الورش الصغيرة. او بلاقيها في محلات العراوي. اللي هي ما بتقومش الا بعمل العراوي وبس. طيب. بلاقيها في مكة العراوي العادية دي. بيقول لي ان سرعتها محدودة. قوتها محدودة. ما بتدي ليش كم من الانتاج الكبير. ليه? عشان قوة المطور بتاعتها يعني متوسطة او محدودة. وبالتالي تركيب الاجزاء بتاعها برضو. والعامل بيقوم بمهام اكتر. العامل هو اللي بيزبط طول العروة وعرض العروة. وفيه هو اللي بيشق السكينة. العمل على ماكنة العراوي العادية او النص الية. بيكون بيحتاج وقت اكتر. ومجروض اكتر من العامل. وكمان بلاقي السرعة بتاعتها مش سريعة. سرعتها محدودة. وبالتالي الانتاج بتاعها هيبقى ايه? هيبقى كثير وغزيلة. طبعا الانتاج بيبقى برضو ايه? فيه محدود المعقول اللي يمشي ورشة صغيرة او اللي يمشي محل يعني الانتاج بتاعه عبارة عن مكنة عراوي. الخدمة اللي بيقدمها. ان هو بيعمل ايه? او الانتاج اللي بيقدمه عراوي في منتج جاهز. وهو بيعمله بس الايه? العراوي بتاعته. طيب. مكنة العراوي العادية او النص قلية. قالك يقوم العامل المكلف بالعمل عليها وضع علامات بالقلم الرصاص على مكان العراوي. يعني ايه? يعني لازم عشان اشتغل على مكنة العراوي العادية او النص قلية. لازم اكون المنتج بتاعي ده. انا هعمل مثلا ده مرد اهو. ده مرد اهو. ده المرد بتاعي اهو. وهعمل هنا عراوي. طب هعملها ازاي? يبقى لازم اجيب الم المصاص او ماركر. هدي العراوي الاولى. طيب المسافة بين العراوي والعراوي كام? اسي اتناشر صانتي 15 صانتي. يبقى بحدد العراوي الاولى. هشوف المسافة وحض ايه? مكان العراوي التانية. ونفس المسافة والعراوي التالتة. ونفس المسافة للعراوي رابعة وهكذا. فالعمل هو هو اللي بيعمل كده من نفسه هو اللي بيحدد مكان العروة من نفسه عشان يروح على طول بعد كده يحط المنطق بتاعي تحت القدم الدواس ويبدأ يشغل المكانة عشان يعمل لي العروة بتاعتي طيب هو هنا بيحدد العروة بتاعتي بالقلم الرصاص او بيستخدام مصدر من ورق الكارتون يحدد علامات ويستخدم للنسيجة الذي يؤسف العلامات بالقلم الرصاص طيب مكينة العروة العادية او النص الية قالك لتحديد مقاس وسع العروة يستعمل بطرون من الورق المقوي لضبط المقاس يعني عشان نحدد وسع العروة او طول العروة ده انا بعمل ايه بقى بستخدم ورق بطرون بعمل زي استنبا كده او نموذج من الورق المقوى لضبط مقاس العروة طبعا الكلام ده مش هنلاقيه في الانواع التالية عن مكينة العروة العادية والنص الية بعد انتهاء من العمل العروي يحرك العامل المنتج لمكان العروة التالية يعني ايه يعني العامل عمل اول عروة خلصها يبدأ يرفع الدواس لاعلى ويحرك المنتج لمكان العروة التالية وهكذا يخلص يقوم رافع الدواس ويحرك المنتج للعروة التالتة وهكذا لغاية انتهاء عدد العروي الموجودة في الموديل هنا الرسم التوضيحي هنا او الصورة بتاعتي بتوضح القدم الدواس بص القدم الدواس شكله مختلف تماما عن القدم الدواس في المكينة الحياكة سواء مكينة الحياكة السريعة او مكينة الحياكة الزواج التشغيل الشكل هنا مختلف وهندرس باستفادة كل جزء من اجزاء مكينة العروي ونعرف شكله ونعرف وظيفته ونعرف المهمة اللي بيقوم بيها وهل ممكن نستغنى عن جزء او بعض الاجزاء ونشتغل ببعض الاجزاء ولا كل الاجزاء لازم تبقى موجودة مستخدمة اثناء تشغيل مكينة العروي مكينة العروي الاوتوماتيكية يبقى احنا كده انتنقلنا للنوع التاني من انواع مكينات العروي وهو مكينة العروي الاوتوماتيكية هذه المكينة سهلة الاستعمال وتستخدم في المصانع الكبيرة زياد الخطوط الانتاجية العالية يبقى المكينة دي بيقولك سهلة الاستعمال ليه بقى لان بعض او كتير من المهام اللي كان بيكلف بيها العامل اللي قاعد على مكينة العروي النصقالية بقى لها بدائل بقى بقيت المكينة هي اللي بتقوم بيها عشان كده بيقولك سهلة الاستعمال وتستخدم في المصانع الكبيرة زياد الخطوط الانتاجية العالية لو انت بقى عندك مصنع كبير وعندك كم كبير من المنتجات والمشغولات اللي محتاجة العروي المكينة دي هتساعدك وانت تقدر تستخدمها وهتحقق لك الانتاج بالجودة وبالكم المطلوب صورة هذه المكينة وقوتها عالية لانتاج اكبر قدر من العروي في اقل وقت وجهد يعني بيقولك ايه ما تخافش من استخدمها هي سريعة معاك والقوة بتاعتها عالية المطلوب بتاعها عالي هتنتج لك قدر كبير من العروي اللي انت محتاجها في ايه بقى في اقل وقت وجهد ليه اقل جهد لاني بقى فيها اجزاء اضافية بقى هي اللي بتقوم بالمهمة او الوظيفة يعني العامل بقى دلوقتي المشاركته في العمل على المكينة بقى اقل من مكينة العروي العادية او النص الي تضبط المكينة بتحديد مقاس ومكان العروة طول وعرض العروة يعني ايه يعني المكينة هنا هنزبط مقاس العروة هنزبط المكان العروة هنزبط طول وعرض العروة وهي هتكون خلاص الزبطت وكل عيوة هتقوم بيها بنفس المأسل اللي احنا زبطنا بيه لكن ما كانت العياوي العادية والنص عالية كنا محتاجين بنعمل بطون من الورق المقوى عشان نحدد الكلام ده فكان شوية بيبقى فيه صعوبة او شوية بيحتاج وقت وجهد بعد انتهاء المكينة من عمل العياوي تنتقل الحركة اوتوماتيكية الى العروة التالية يعني ايه العروة خلاص تمت وانتهت وخلصت الحركة بقى بتنتقل بشكل اوتوماتيك للعروة اللي بعديها على طول على المسافة المطلوبة على المنتج وهجأس حتى تنتهي جميع العراوي بالمنتج يعني ان مكانة مجارد مخلصة العروة الاولى بتنتقل لمكان العروة التالية ثم الثالثة وهكذا طيب ده أنا حاب أعرض عليكم فيديو بيوضح لي إزاي بشتغل على مكنة العراوي الأوتوماتيكية ولحظوا في الفيديو وهو شغال العامل قاعد فين بالزبط بيعمل إيه شكل المكنة بيثبت مقاس العراوي إزاي يعني حباك وإنت بتشاهد الفيديو تخرج من الفيديو ده بالعامل إزاي بيشتغل وبيتعامل إزاي مع المكنة بكم معلومات عشان تتحول لمهارات أثناء استخدام مكينة العراوي نبدأ ونشغل المقطع اللي هيوضح لنا طريقة تشغيل مكينة العراوي هنا بيشتغلنا العامل الدواسة اليمنى والدواسة اليسرى هو عايز هنا يقول لي أنا برفع هول كضم الضغط أو برفع الدواسة العليا من خلال تحكم في الدواسة الصفلة بيضغط على الدواسة الصفلة عشان الدواسة العليا تتحرق أو تترفع أهو بدأ بقى بصوا يشغل العروة بتاعتي العروة بتاعتي عبارة عند العين أهو بيخلص العروة العروة يقوم نائلة على العروة اللي بعدها ده شكل الدواسة أخذوا بالكو ده شكل الدواسة بتاعتي يعني فيها فتحة عشان تسمح بعمل دلعين العروة بتاعتي بدأ يعمل أهو يشغل تاني أهو بيضغط على الدواسة الصفلة اليومنا عشان المكنة تشتغل دي طبعا عينات يا شباب دي عينات أقمشة ده مش منتج هو كده بس بيعرض لنا العروة بتتعامل ازاي وبيستخدم لنا أقمشة مختلفة يعني بيستخدم قماش جينس هيستخدم قماش تقيل قماش متوسط قماش خفيف يعني بيجيب لنا وبيعرض لنا ان المكنة بتشتغل مع جميع أنواع الأقمشة هنا بص شغل المكنة ببطء شوي هو حابب مثلا يشغل المكنة بشكل بطيء بتديله إمكاني قادي العروة هي وقادي الشق اللي في نص العروة عشان أدخل الزرور خد عينا تانية عشان يعمل العروة وعايزك تلاحظ وهو بيعمل العروة السكينة بتنزل إمتى عشان تعمل شق للعروة لاحظت النقطة دي مهمة جدا هل السكينة بتنزل أثناء تشغيل العروة بص لا ما فيش لغاية دلوقتي السكينة آه هي بص السكينة نزلت مع انتهاء العروة أهي عشان تعمل الشق ده عشان تعمل الشق اللي في العروة آه لدخول الزرور بص جاب قماش خفيفة ها يقول لك إيه طب هنعمل العروة نشوفها تشتغل ولا إيه بيجيب جميع أنواع الأقمشة بس طبعا عينات في صورة عينات وبيوضح لنا ان المكنة بتتعامل مع جميع أنواع الأقمشة عمل هنا عروة هوبص أقل في الحجم وبص هنا طولها أقل من العروة اللي فاتت أهو بيقول لك حدد الطول أهو من خلال الإيه المعيار الغرزة عشان تحدد طول الغرزة ها بدأ يفوق أهو بص وينزبط مقاس العروة اللي هو عايزه ويربط المصمار بالمقاس اللي هو بصوا اللي هي العينة هي أهو بصوا المعيار أهو بصوا المقاس زبط بالمقاس اللي هو عايزه بصوا بقى العروة تولت إزاي أهو بصوا اختلاف الأحجام من المعيار اللي بيحدد لي هو غياها تاني أهو دهو دي مقاسات العيوة بيثبطه بالطول اللي هو عايزه لعمل الأطوال على حسب عرض الزرار وحسب عرض المرض بحدد طول العروة بتاعي طبعا تحديد طول العروة هنا بقى بشكل أسهل من مكينة العاوي الأوتوماتيك سوري مكينة العاوي النصة ألية لاحظ بص السكينة لغاية دلوقتي ما نزلتش بتنزل أهي بتنزل أمتى مع نهاية العاوة خلاص العاوة عملت أهو بص هي نزلت السكينة أهي العاوة ثم هي شغالة السكينة ما تنزلش لأن النقطة دي هيتيجي في سؤال أو موضع سؤال مهم جدا ده لي أهمية إن العاوة ما تتشقش إلا لما العاوة تتم وتنتهي وإلا ممكن تكون العاوة الباكناة مشيت وما فيش خيط والسكينة تنزل تشق القماش وما فيش أساسا خيط ما فيش عاوة تكونت هذه شكل العاوة بتاعتي من الضهر وشكل العاوة بتاعتي من الأمام دي مكنة العاوة الأوتوماتيكية أجزاءها تعالوا بنا بقى ندخل في تفاصيل أكتر ونتعرف على أجزاء مكينة العاوة الأوتوماتيكية إحنا كنا من شوية خدنا مكينة العاوة العادية أو النص آلية ودخلنا على مكينة العاوة الأوتوماتيكية عرفنا صفاتها وبستخدمها في المصنع والإنتاج بتاعها والسرعة والوقت اللي بتنجز فيه الشور وشفنا فيديو بيقول لي إزاي بستخدم مكينة العاوة وإزاي بقدر أزبط طول العاوة تعالوا بنا بقى دلوقتي نقوم دخلين في تفاصيل أكتر ويقول لي أجزاء مكينة العاوة الأوتوماتيكية أول جزء حاب يعرض هنا هو سلاح القطع سكينة فتح العاوة سلاح القطع ده مهم جدا في مكينة العاوة لأنه هو اللي بيعمل إيه؟ هو اللي بيفتح العاوة هو اللي بيشقها من النص عشان الوظيفة الأساسية بتاعتها هي وصفتها بعمل عاوة عشان دخول الزرار وغلق الفتحات فتحة الرد السورة فلازم أعمل شق للعاوة عشان أسمح بدخول الزرار ينقسم سلاح القطع إلى مجموعة كطع كل كطعة لها مقاس يختلف عن عن الآخر يعني إيه؟ يعني أنا عندي سلاح القطع ده مش حاجة سابتة مش مقاس سابت لا ده بيقولك ده مجموعة كطع عندك مجموعة كطع على حسب المقاس العاوة بتاعي ويمثل السلاح رقم 6 بداية الأحجام يعني السلاح رقم 6 ده هو البداية هو أصغر حاجة وأصغرها يعني ليها في المقاس 8 يبقى أنا بدأت بمقاس 6 ده أصغر حاجة اللي بعده 8 10 11 12 13 واستمر في المقاسات لغاية ما بوصل لمقاس 32 يبقى عندي السلاح ده مجموعة من الأجزاء أو مجموعة من القطع ليها مقاسات مختلفة بتبدأ من 6 وتنتهي عندي كام عند 32 وهو أكبر حجم فيه مقاسات السكاكين يعني 32 ده أكبر حاجة مقاس 6 هو أقل حاجة ويؤدي تغيير الأحجام إلى تغيير حجم العوة المواد تصنحها بالماكينة لأن طبعا أنا غيرت مقاس السكينة يبقى بالطبع أنا عايزة أغير مقاس العوة بتاعي على حسب العوة أنا بحط كتعة السكينة بتاعتي هنا ضرب لنا مثال يقول لي إذا أردنا عمل عوة أميس بالحجم 13 فيجب حساب عدد الغرز المطلوب عملها في العوة 13 وكذلك يجب تركيب سكينة قطع رقم 13 يعني أنت عايز تعمل العوة بحجم 13 وتزبط المعيار بتاعك على 13 يبقى لازم تحط السكينة رقم 13 حيث أن تركيب سكينة أصغر من الحجم قد تقطع جزء من وسط العوة ولا يتم فتح العوة بالكامل كذلك إذا وضعنا سكين أكبر حجما فقط تقطع بداية ونهاية العوة وبذلك يكون هناك أخطاء في أيوب المنتج يعني إيه الكلام ده يعني هو بيقول لي دلوقتي لكل عوة الطول بتاعها كل عوة لها طول طيب وبالتالي السكاكين بتاعة الماكينة مرتبطة بالطول بتاعي السكينة مرتبطة بطول العوة فأنا لازم أشوف طول العوة بتاعي إيه ومحطة السكينة بتاعتي بما يناسب الطول إحنا قلنا عند السكاكين بدايتها 6 اللي هو أصغر حاجة وبتنتهي عند 32 المقاس دوت هو مقاس أكبر حاجة فأنا لما بحدد العوة بتاعتي بحط السكينة بما يناسب الطول بتاعي عشان إيه؟ عشان السكينة بتاعتي لا تقطع جزء من العوة وتسيب للباقي أو تقطع العوة وتاخد البداية والنهاية وفي الحالة دي تبوز بتاعتي العوة وبكده كنت خلصت حلقتنا النهاردة مرت بسرعة جامدة جدا أنا ما حسيتش بيها استعرضنا من خلالها مكينة العراوي العادية والنص آلية أو العادية واستعرضنا جزء من مكينة العراوي الوتوباتيك إن شاء الله خلال الحلقات الجاية هنستكمل بقيد دراسة مكينة العراوي باستفادة وأشوفكم على خير إن شاء الله وإلى اللقاء باي باي